أغرب مزرعة في العالم تخيل لو قلت لك أن المبنى اللي قدامك ده هو في الحقيقة مزرعة بتنتج أكتر من 7 تنخضار كل أسبوع أنا عمر مهندس زراعي والنهار ده أنا حابة بفرقكم عن المزرعة اللي أنا مسكها في أمريكا بغض النظر عن التاكس ودرجات الحرارة اللي ممكن تنزل عن سلب 25 مئوي الجو جوه المزرعة دايما ربيع كل يوم وعلى مدار السنة المزرعة بتنتج أجود أنواع الخاص والرحان الزراعي هنا عمره ما بيترشمه بدات ولا حتى بيجي على التراب وده لأنه زراعة داخلية مزرعة بطريقة الهايدروبونيك أو الزراع بدون تربة إيه هي الزراع بدون تربة؟ الموضوع ببساطة إن احنا بيبقى عندنا خزان في مية والمية دي بندف لها كل العناصر المغزية اللي ممكن يحتاج لها النبات وبندخ المية دي للزرع والزرع بيقدر ياخد منها كل اللي هو محتاجه والباقي بيرجع للخزان تاني فنقدر نعيد استخدام نفس المية مرة واثنين وتلاتة وده بيخلينا نقدر نزرع في أي وقت وفي أي مكان سيب لي أسئلتك في التعليقات وما تنساش تتابعنا عشان الفيديوهات الجاية